تستمر التدخلات الإيرانية في الشأن العربي وتتطور يوما بعد آخر فبعد أن أصبحت ترسل عناصر الحرس الثوري والمرتزقة إلى سوريا لقتل الشعب ها هي تقدم المزيد من أدلة عدائها لجيرانها العرب بفتح أراضيها لقواعد عسكرية روسية ليتم استخدامها في إبادة الشعب السوري حيث ذكر رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن بلاده ستفتح منشأتها العسكرية أمام روسيا ليخالف بذلك المادة 146 من الدستور الإيراني التي تنص على منع إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في إيران ولكن يبدو أن آخر ما يهم إيران هو الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية اللافت أنها المرة الأولى التي تسمح طهران فيها باستخدام أراضيها لعمليات عسكرية منذ وصول الخميني إلى الحكم يذكر أن قاذفات روسية من طراز تو تونتيتو قد أقلعت خلال الفترة الماضية من مدرج همدان الإيراني لتوجيه ضربات جوية ضد هداف سورية بعد أن كانت روسيا تستخدم قواعد عسكرية موجودة داخل الأراضي السورية مثل قاعدتي حميميم وقاعدة أخرى في حمص إلا أن المعارضة السورية نجحت في إسقاط العديد من الطائرات الحربية الروسية وكالة رويترز نقلت عن معارضين أن القصف أصبح أعنف منذ قبل واستعملت فيه قنابل عنقودية وفسفورية هي محرمة دوليا لقد دعمنا نظام الأسد لأنه يواجه المنظمات الإرهابية وقدمنا وسوف نقدم الدعم التقني والعسكري للأسد وندعو البلدان الأخرى لتقديم الدعم لنظام السوري إيران وميليشياتها الإرهابية في سوريا تحتاج بالتأكيد للدعم الروسي بعد أن أنهكت باستمرار الحرب السورية وإذا كان ثمت تعاون إيراني روسي سابق فهاهما يعيدان الكرة عبر بوابة دعم نظام بشار ضد الشعب السوري قد تكون الأهداف والدوافع الإيرانية تختلف عن الروسية لكن الجانبان يتشاركان في حقيقة إبادة الشعب السوري الأعزل وإن كانت الصور قد أظهرت صورة الطفل عمران فهناك الألاف من أمثال عمران يموتون تحت أنقاض الدمار والخراب الروسي الإيراني في سوريا